دخير محمد احد اللاعبين القدامى في فريق نادي النصر اهم بقى كابتن ساي الوقتي بهدف للا شيء تتلعب على طول الكرة داخل التمنتاشر على رأسية كده ميده العطار لكن تتلع على الكرة خارج الملعب الى راكلة المر امامية لكن تمشي على طول مرة تانية قدل صالح نادي النصر قدل يميده العطار لكن هذه الكرة من خطوط الدفاعية احمد باح باح يلعب على طول الكرة الامامية ادي على طول تصيبة لكن تطلع خارج الملعب تطلع على طول الكرة خارج الملعب امامية عند ادهم حامد ترجع على طول مرة تانية ديميده العطار ميده وغير ملعب الناحة التانية خالص في اتجاه ادهم حامد اللي بيتقدم ادهم ويدخل التمنتاشر ادي ادهم حامد لكن دخير يلعب على طول التماس تمشي امامية عند ميده العطار لكن كان في ده دخل ودي دينجراس بلي لكن حكم المباراة اللي يعني خلاص كمل تتلع دي النصر تمشي على طول الكرة الطولية الأمامية لصالح نادي النصر المتأخرين لحد الآن بهدف للأشياء أمام نادي المصرية هذه أحمد حسين عاوز يلعب الكرة لكن ما أطوع من خطوط الدفاعية تمشي على طول مرة تانية أدي زيزو عبد العزيز لكن بقى العربي العربي كان متواجد ومسر أفضل من أحداث الشوت الأول تتلعب الكرة الأمامية من نادي النصر في اتجاه ميدو أدي ميدو الهداف وهدي التصيب أكواه يا أبا أدي ميدو لسه بتكلم ولسه بقول إن محمد حسن كرة الطولية توصل في نص الملعب عند أوشا أدي أوشا لكن ما أطوعه عند العطار العطار كان ممكن يسجل فيها هدف التعادل لكن هادي التدخل من دخير يلعب على طول الكرة بالكعب لكن تروح الكرة عند حسين هادي عاوز يعد وعاوز يفوت حسين عادي ويلعب الكرة الأمامية في اتجاه حسونة حسونة يسلم عند ميدو هادي ميدو هادي اللمسة الواحدة هادي أداء بقى وكلام كابتن خالد غني هادي الاتصالات تتلعب على طول أدي العرضية داخل الثمنتاشر كانت موجودة من بندق لكن تمشي الهجمة المرتدة تمانية ها العرابي ولا حسونة اللي خرج اللعب رقم اتناشر النصر تروح على طول الكرة الأمامية مرة تانية أدي الوان وأدي الطو وأدي داخل الثمنتاشر ده فرصة هذا في التعادل وأدي الكرة بقى الضيعة ترجع الكرة عند حميدة عالي لعيب ممتاز في نص الملعب حميدة لكن تروح الكرة عند ميدة العطار أدي العطار يلعب على طول الكرة الطولية وأدي الهجمة لصالح النصر تدخل بقى إيه هالفريق النصري سيحقق التعادل هالفريق الاتصالات سيسجل الهدف التاني ولكن على طول أدي الهدف التعادل جول 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 لسه بتكلم ولسه بقول هالفريق النصري سيحقق التعادل هالفريق الاتصالات سيسجل الهدف التاني أو سيحافظ على أهزين نتيجة لكن يا ولد على طول بقى تزديدة ساروخية بالقدم اليسرى يسجل على طول لاعب فريق الناصر وهو مين بقى ميدو العطار هادي العطار جاب الوصفة وجي الحد هنا وسجل على طول بقى هدف التعادل 12 وهو اللاعب محمود حسونة حسونة يلعب على طول امامية عند ميدو العطار هادي العطار عاوز يعد وعاوز يفوت يلعب على طول التروباس وهذه الهجمة نادي الناصر وهذه العرضية عند ميدو لكن هادي الضغطية هادي رامز هلا هيزبط الكروس العرض يلعب على طول العرضية لكن تطلع من خطوط الدفاعية تمشي على طول الكرة مرة تانية عند ميدو العطار هادي العطار صاحب وصفة الهدف التعادل لفريق الناصر ترجع على طول الكرة